لحظات من الرقي في التعامل ولمسات من الدفء المفقود وممازحة متوقعة من الملك فهد بن عبد العزيز لكل من حوله في استقبال الشيخ جابر فرحا بنشوة النصر فما هي القصة؟ جولة ودية جمعت بين قادة الخليج جاء فيها الشيخ جابر إلى مخيم الملك فهد بن عبد العزيز الذي لا يفوت أبدا مثل تلك المناسبات في أن يجعل منها ذكرى مميزة تستقر في جنبات التاريخ فأراد الفهد أن يمازح أمير الكويت بطريقة غير متوقعة في حضور الملك سلمان بن عبد العزيز أمير الرياض أناتك خاصة بعدما استقبله في نشوة النصر الكبير الذي حققه معا وتحديدا في مارس من العام 1991 فاستفسر الملك ساخرا عن الذي قاد السيارة التي جاءت بالشيخ جابر إلى مخيم الملك في قلب الصحراء فرد جميع الحاضرين الأمير سلمان هنا ضحك الملك فهد باسما وقال عسى الله ما يسوق في العودة ضحك الجميع من مبازحة الملك فهد لأخير الأمير سلمان لكن الفهد كعادته لم يصمت واستطرد قائلا إنه لو كان الأمير سلمان هو الذي يسوق لكان دخل بالسيارة في أي مطب كان الملك سلمان هادئا كعادته يكتفي بالاتسامة الجميلة على محياه في وقت تعلو أصوات الضحكات بين الملك فهد وأمير الكويت الشيخ جابر والوفد المرافق له لكن الشيخ جابر برأ ناصية الملك سلمان سريعا وأكد لنظيره الفهد أن الملك سلمان يقود السيارة جيدا وبهدوء ولم يشعرهم أبدا بطول الطريق ولا أرهقتهم قيادته أثناء الرحلة الطويلة حتى وصلوا إلى مقر الإقامة وبعد انتهاء الزيارة التي جمعت الشيخ جابر بالفهد قرر العودة من جديد إلى العاصمة الرياض وهنا جدد الملك فهد مسحته لكن هذه المرة مع الأمير سلمان نفسه حيث سأله مصر أن تقود أنت طريق العودة هنا ابتسم الأمير سلمان من جديد على ممازحة أخيه الفهد وانتظر ما سيكمل به ممازحته وبالفعل لم يكذب الفهد خبره فقال له عز الله ما دخلنا في مطبات يا سلمان روح راقية وأجواء دافئة جمعت أبناء الملك المؤسس في حياتهم الرسمية والودية وحتى مع الزيارات الودية التي قام بها حكام وقادة الخليج لم تخلوا عن روح الفكاهة بينهم ولم تسد الأجواء الحادة جولاتهم روح قائمة ربما كانت على أهم أسس وثوابت المجتمع السعودي الذي ظل محتفظا باستقراره وهدوئه وتناقلت السلطة بشكل أكثر من دستوري بين الإخوة المتقاربين والحالمين بمستقبل أكثر هدوءا واستقرارا للمملكة مسيرة حافلة لمثل هذه المواقف الدافئة سطرها الفهد طوال سنوات حكمه الكبير لبلاد الحرمين الشريفين بمعاونة أشقائه للعبور الآمن بسفينة الوطن نحو الهدوء برأيكم هل هناك أجواء أفضل من تلك الأجواء التي كان يثيرها الفهد في تعاملاته مع أشقائه من الأمراء والملوك؟ اشتركوا في القناة